وقعت مملكة البحرين مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا الصديقة يتم بموجبها تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة ووقع سعادة الدكتور محمد بن بارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ مذكرة تفاهم مع معالي الدكتور هان هوان جين وزيرة البيئة في جمهورية كوريا الصديقة على هامش مشاركة وزير النفط والبيئة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 المنعقد في مدينة دبي وأشهد الوزير بن دينة بالعلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية كوريا الصديقة وما تشهده من تعاون مضطرد في مختلف المجالات مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس اهتمام البلدين وحرصهما على الدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب وبما يسهم في تسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم زارت وزيرة البيئة في جمهورية كوريا الصديقة والوفد المرافق جناح مملكة البحرين في المعرض المصاحب لمؤتمر المناخ ترجمة نانسي قنقر